بلند الأسبوع لليوم رح يكون عن موضة الحذاء باللون الأبيض اللون الأبيض معروف أنه هو لون صيفي بامتياز مو بس بالملابس ولكن بالأحذية أيضا ولهذا اليوم رح نختار أدة دور أزياء قدمة الحذاء باللون الأبيض بتصاميم مختلفة أول تصميم لليوم رح يكون من جيمي تشو جيمي تشو اختارت أن تصمم حذاء باللون الأبيض ولكن مميز شوية اختارت أنه يكون حذاء سبورت أو حذاء رياضي ممكن ننبسه به طلعات النهارية أو أي طلعات مريحة ممكن نعتمدها خلال النهار الحذاء جداً بسيط شوية عالي من منطقة الأمام حتى يطيطول بنفس الوقت يكون مريح اللون كله أبيض ولكن زينت الأطلالة أو زينت الحذاء مثل الأحجال كريستل باللون الفضي على مقدمة الحذاء فكان الحذاء سبورت ولكن بنفس الوقت راقي وبفخامة فعلاً مثل ما قلت يباني اللون الأبيض من أكثر الألوان الدارجة وبالأحذية خصوصاً لأنه يعتبر لون يرهم ويكل شيء تقدرون تعتبروه استثمار لأنه راح تنسقوه إطلالات مختلفة ولون يرهم ويكل الألوان أما الحذاء اللي أنا راح أتكلم عنه فهو من ديور الحذاء هذا معلوف كلاسيكي لأنه ديور أطلقتها منذ فترة بألوان مختلفة وهذا الصيف شفناه باللون الأبيض كان الحذاء مدبب من الأمام بالجلد اللامع وله سير من الخلف باللون الأبيض مزين بكلمة جدور وعليه فيونك أيضاً من الجانب وكعبة كان منخفض نوعاً ما هذا النوع من الأحذي احنا شفنا ديور بكل الألوان نزله بس للصيف حبيت أنه مسويه كلش ناصي الكعب ما تعلم ودي يكون مريح وعملي أكثر شاهد الحذاء الحجيتي عنا قطعة كلش مميزة وحلوة تكون بخزانتنا لأنه تقدرين تستفادي من منعدها بعدة إطلالات الحذاء اللي راح أحشي لكم عنا اليوم من براند دولتشاند كابانا واختارت البلارينا اللي مثل ما نعرف كل شدارج هذا الموسم واختارتها باللون الأبيض المصنوع من الجلد ومثل ما نعرف حذاء البلارينا كل شدارج هذا الموسم ومثل ما نلاحظ من الأمام بزين بقطعة معدنية بشكل قلب وبيها حبات من اللولو الصغار هي أنواع من الأحذية تعتبر أنيقة ومريحة بنفس الوقت ونستفادي منها بأطلالاتنا الصباحية والمسائية ترجمة نانسي قنقر